وقدت الدورة الواحدة والستون من مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الأمس الاثنين في مقرها في فيينا وقد أعيد انتخاب يوكيا آمانو رئيسا للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمدة أربع سنوات خلال المؤتمر ستبدأ الولاية الجديدة ليوكيا آمانو التي ستستمر لأربع سنوات أخرى حتى عام 2021 ابتداء من الفاتح من ديسمبر هذا العام هذا وقد كان يوكيا آمانو رئيس الوكالة الدولية لطاقة الذرية منذ الأول من ديسمبر من عام 2009 حيث قدم الكثير للاستخدام السلمي لطاقة الذرية وعزز من الأمن النووي ومنع الانتشار النووي كل هذه المجهودات والأعمال حصلت على دعم وتقدير الدول الأعضاء سواصل في سنوات القليلة المقبلة تحقيق مهمة استخدام السلمي لطاقة نووية وتطويرها وأتبع مبدأ أعدلا وشفافا وتوجهات المجلس لتحقيق مصالح جميع دول الأعضاء خلال المؤتمر الذي سيستمر لخمسة أيام سيناقش ممثل المؤتمر سلسلة من القضايا بما في ذلك تعاون الدولي في مجالات تطوير الطاقة الذرية والإشعاع والنقل وسلامة النفايات وتعزيز أنشطة في تطبيق العلوم النووية والتكنولوجيا النووية ونظرا للوضع الذي يشهده شرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية سيواصل المؤتمر تركيزه على السلامة النووية الدولية ومساعيه لتحسين فعالية الوكالة الدولية لطاقة الذرية في الإشراف النووي هذا وقال رئيس الوفد الصيني ومدير الوكالة الوطنية لطاقة الذرية تانج دانج جي في اليوم ذاته إن الصين ظلت ملتزمة بسياسة العقلانية والتنسيق وتقدم المشترك في تطوير الطاقة النووية وتطبيق سياسة تطوير الطاقة النووية بكفاءة على أساس ضمان السلامة كما أصدرت الصين قانون السلامة النووية وأطلقت عملية خاصة لتحسين إدارة سلامة الطاقة النووية تدعم الصين بنشاط الدور الأساسي الذي تلعبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون الدولي في مجال الأمن النووي وقد جاء خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الصين في إغسطس الماضي لإجراء تقييم خاص للأمن النووي الدولي ولقد أنجزنا بنجاح المشروع المتعلق للمفاعلات النووية الصغيرة وأن الصين مستعدة لتقديم مساهمات مع منطقة آسيا والمحيط الهادئ والعالم لتحقيق السلامة النووية العالمية